موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم نحتفل اليوم بمناسبة غالية وعزيزة على قلب كل مصري وهي مرور خمسين عاما على العلاقات المصرية الإماراتية التي تمثل دموزجا مثاليا للعلاقات الطيبة القوية التي تجمع دولتين وشعبين شقيقين حيث تسود القيم الصادقة الحقيقية من الإخوة والمودة والتوافق بين الشعبين والتي نلمسها ونقدرها ونعتز بها وهنا أقول إن الشعبين المصري والإماراتي دائما على قلب رجل واحد كما أن العلاقات بين الدولتين وعلى اختلاف القيادات والحكومات تظل نموذجا لما يجب أن تكون عليها العلاقات المتميزة بين الدولة العربية الشقيقة فالتفاهم وتطابق الرؤى مع قيادات دولة الإمارات الشقيقة هي مما نفخر به في مصر بداية من المؤسس العظيم للدولة سموه الشيخ زايد بن سلطان قال نهيان رحمه الله صاحب الموقف والمقولة التاريخية أبان حرب أكتوبر 1973 بأن البترولة العربي ليس أغلى من الدم العربي والمغفور له بإذن الله سموه الشيخ خليفة بن زايد قال نهيان وكذلك كافة أصحاب السمو حكام الإمارات وصولا لرئيس الدولة الأخ والصديق العزيز سموه الشيخ محمد بن زايد قال نهيان والأخ والصديق العزيز سموه الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة حيث على مدار تلك العقود لم تتغير قوة العلاقات المصرية والإماراتية بل ازدادت رسوخا وظل التفاهم والإخاء والتوافق بين البلدين هو عنوان مسيرة العلاقات بينهما وفي الواقع فإن العلاقات بين مصر والإمارات تميزت دائما بأنها قائمة ليس فقط على مشاعر الحب والأخوة والصداقة الحقيقية بل كذلك على الفهم الواقعي المتعمق والدقيق لظروف المنطقة والعالم وعلى التكامل وتعزيز التعاون والمصالح المشتركة وهو ما يمنح هذه العلاقات قوة واستدامة عبر الزمن فالتعاون الاقتصادي والإثثماري وفي جميع المجالات دائما يسير على أعلى مستوى والأفاق المستقبلية للتعاون الشامل بين الدولتين وعدة ومزدهرة وبإذن الله تعالى ستعود بالخير الوفير على شعبي دولتين وشعوب الوطن العربي جميعا وأخيرا واستمرارا لمواقف المؤسس العظيم زايد الخير لا يفوتني هنا أن أتذكر بالتقدير والعرفان الموقف التاريخي الداعم لدورة الإمارات الشقيقة خلال الفترة العصيبة التي مرت بها مصر منذ حوالي عشر سنوات ولذي جاءت عزيزا لخصوصية العلاقات بين مصر والإمارات وبرهانا واضحا على ما يجمع الدولتين والقيادتين والشعبين من روابط وثيقة وأنهما بمثابة شعب واحد وبلد واحد وهو العهد الذي أجدد التمسك به عهد الأخوة والخير والتعاون والبناء والمصير الوحد دعين الله عز وجل أن يعيننا على صون وتعزيز هذه العلاقات القوية المتميزة لما فيه خير البلدين والشعبين الشقيقين شكرا جزيلا وكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته